بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين واللعن دائم على أدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال حفظه الله الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان معلومكم تقدم معنا في أوائل أبواب البيع ما يختص بالحيوان في الخيار وهذا البحث معقود لبعض تفاصيل بيع الحيوان عطفاً على بعض تفاصيل بيع الخضار والزرع والثمار فإن للحيوان في شراكته وفي بيعه بعض الأحكام للتخصه إذ يلحظ في الحيوان نحوان يلحظ فيه حياً ويلحظ فيه ميتاً مذبوحاً مذكاً أو غيره همهم حياً من جهة وميتاً من جهة أخرى فيقول كيف تقدم معنا في الزرع للزرع والثمار والخضار أحكام تشملها مع البيوع الأخرى ولها أحكام تخصها في الشريعة وللحيوان لكونه مبيعاً أحكام أيضاً تخصه كونه مبيعاً حياً هو غير مبيعاً ميتاً وهي كذلك في الخضار هي مقطوعة ومقطوفة طارة يشملها حكم المكيل والموزون وهي على الأشجار كالأثمار لها حكم آخر وهكذا وقد أفاد المصنف وأحسن في تخصيص هذا البحث ببيع الحيوان بهذه الطريقة وقصد منها شيء يراجع في الرسائل العملية قال مسألة يجوز شراء بعض الحيوان أما شراء الحيوان فقد أحلته الشريعة يجوز بيع الحيوان ويجوز جعله ثمناً أيضاً لكن لما عقد الباب يقول هل تجوز الشراكة في الحيوان ثم هل يجوز شراء بعض الحيوان وإذا جاز شراء بعضه فكيف يستفاد منه على مستوى الشراكة وهل يجوز الشراكة فيه على مستوى المشاع والحصص لنصف الحيوان ولك مثله لثلث الحيوان ولك ثلثان فإذا تم كذلك فأنا شريكك في الثلث في فائدة الحيوان إن بقي حياً وفي ثلث لحمه بنذبح وإذا كنت شريكاً بغير النسبة كأن أكون شريكاً لك في ملك الحيوان بأبعاضه برأسه بجلده بظهره فهل يجوز فهل تعقل لو تشاركت معك على حيوان إن اشتريناه وقلت أنا أدفع ثلث ثمن الحيوان على أن يكون لي ملك ثلثه تقبل هذه الشراكة في الشرع إذا كان الحيوان حياً فأستفيد منه ثلث المنفعة وإذا بيع الحيوان لي ثلث ثمنه فيجوز الشراكة فيه حياً واضح أما لو تشاركت معك بهذه النسبة إذا ما ذبح الحيوان أيضاً كذلك لي ثلث لحمه لي ثلث فوائده ميتاً تقص مفائدته من جهة أثمان لحمه لحومه إلى أثلاث فلك الثلثان ولي الثلث المسألة ليست هنا ما ينبغي إلفات النظر إليه هو أنه لو تشاركت معك على الحيوان يعني بمثل هذه النسبة لا إشكال فيها لكن إذا تشاركت معك في عضو من أعضاء الحيوان فهل يجوز كأن نشتري حيواناً وأشترط أن هذا المقدار من الثمن بلقاء ظهره بلقاء عظمه بلقاء جلده بلقاء رأسه هل يجوز مثل هذه الشراكة؟ قال نعم ما نعقله في مثل هذه الشراكة للحمه إذا أعد للذبح عندها يجوز ويشكل في الموضوع أن تكون شريكاً أنت في بعض أعضاء الحيوان ولا يراد منه الذبح تم المطلب قال حفظه الله يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه والمسألة هون تتصور على نحوين أنا وأن ذهبنا نشتري هذا الحيوان ابتداءاً لك الثلث ولي الثلثان ومرتين إلى أنت تمتلك الحيوان فأشتري منك ثلثه فقوله حفظه الله يجوز شراء بعض الحيوان ابتداءاً أنا وأنت شركاء في أصل شرائه أو لا أنت تملك حيواناً فاشتركت معك فاشتريت ثلثه قال جائز انتهى هذان فرعان فرع ثالث ولا يجوز شراء بعض معين يعني جزء معين يعني عضو معين منه لا يجوز شراءه لا إن ذهبت أنا وأنت لنشتريه من فلان وأقول نعم أن تملك كيت وكيت وأنا أمتلك بعضه قال ولا يجوز شراء بعض معين يعني عضو معين منه كرأسه وجلده وعظمه ورجله إذا لم يكن في معرض الذابح ونحوه أو نحوه كأن يكون أو كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما مقصوده رح يحفظه الله كالتالي يقول لك أن تشارك في الحيوان شراءاً ابتداءاً أو شراءاً لسهم منه ولك أن تشتري عضواً من أعضائه بالخصوص إذا أريد منه الذبح فإذا ما ذبح أخذت ما دفعت ثمنه والسلام الفارق شو بالمسألة إنه تدفع ثمن العضو حياً لتملكه مذبوحاً والسلام أما لو اشتركت أو اشتريت منه عضواً وهو حي ليبقى حياً كأن لا يعد للذبح هو غير معدود للذبح هو معدود للحمل أثقال أو حمل الأثقال أو معدود للإبقاء على حياته قال لا يجوز انتهت قال أما لو كان الحيوان في معرض الذبح أخذ من سوق القصابين شراء تم في سوق القصابين على أن يذبح اليوم أو بعد غد هو في معرض الذبح مش إلا الآن سيذبح اشتريناه لذبحه اشتريناه لنذبحه هذا معرض الذبح أما المورد الواضح الواضح لا حيوان أصيب فأريد ذبحه حيوان مريض فأريد ذبحه هذا واضح الفرد تشتري رأسه فيحلك ملكه بعد ذبحه لكن لا في معرض الذبح أعام من هذا كأن تذهب إلى سوق القصابين إلى سوق الحيوانات التي تنتقى لأجل الذبح في مناسبة كيت وكيت لا ضير هي في معرض الذبح ليه؟ لأن اشترط حفظه الله في المسألة السابقة كأن لا يكون المقصود منه الإبقاء حيا فإذا قصد اقتناؤه حرم شراء أبعاضه وإن قصد ذبحه ولو بعد حين جاز ملك بعضه تمت قل لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه إسا نحو الذبح شو بيكون؟ صيد مثلا نحر مثلا يعني ما يقوم مقامه أو نحوه جاز شراء بعض معين منه يعني عضو معين منه أما النسبة فنحن أجزناها في حالة حياته وفي حالة موته لكن جاز شراء بعض معين منه اللي كانت حرام أثناء إبقائه حيا الآن هي حلال إذا كان في معرض الذبح شراء بعض معين منه فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه حيا وإن لم يذبح لمانع يعني نحن نشطرينه لأنه في معرض ذبح تبدل الحال وأبقي عليه حيا مثل أن لا نتمكن من ذبحه إما استعصاء منه فر أو لمراضه بحيث لا ننتفع منه إذا ذبحناه أو لهزله وضعفه هو لا ينتفع منه لأجل الذبح واللحم فلمانع وطارئ امتنع بيعه امتنع ذبحه شو بصير ساعتها قال كما إذا كان مريضا فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي هو كان مريض هذا فرد آخر كان مريض فأردنا ذبحه ثم برئ فغيرنا رأينا هو يصلح للفلاحة هو يصلح للحليب فأبقينا عليه حيا وكنا اشتريناه لأجل الذبح غيرنا رأينا أو لا اشتريناه لأجل الذبح فمرض ما عدنا بدنا نذبحه لأنه مريض لا يستفاد من لحمه طرأ ما يمنع من ذبحه شو الحكم قال كان المشتري شريكا بنسبة الجزء أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فله من الحيوان بتلك النسبة حتى انصحح هذا البيع لابد نرد للشو للنسبة نحن أجزنا بيعه وشراءه بالنسبة الآن كنا اشتريناه مجزئا وأنت ملكته شو بتحب تملك رأسه والسودة السودة مثلا وكمان بيمشي الحال ف اشتريناه أبعاضا بنية الذبح لأنه كان في معرى الذبح فبرئ أو تغير الرأي عندنا لطارئ ما تنتفي البيعة ينتفي البيع تنتفي الشراكة ينفسخ البيع قال لا البيع على حاله وكيف أشارك في أعضائه قال لا شراكة لإبقائه حيا في الأعضاء إنما ترد الأعضاء قيمة إلى نسبة المجموع فأكون شريكا بنسبتها كيف قال نقدر هكذا لو ذبحنا الحيوان كم قيمة ما اشترطت لنفسي فيه اشترطت الرأس خيص ظهر ويل 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 إلى آخره فلو ذبح هذا الحيوان تقيم هذه الأعضاء التي اشتريتها تقاس قيمتها إليه مذبوحا بيطلع مثلا خمسين درهم خمسين دينار من أصل مئة وخمسين فلك الثلث فليبقى حيا عندئذ فأنت شريكه للآخر فأنت شريكه في هذا الحيوان بنسبة الثلث ثم ماذا ما تفيدك هذه النسبة تفيد فإن بيع لك الثلث وإن ذبح لك الثلث لحمه أو لك الثلث ثمان لحمه وهكذا قال وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلا وأيضا نفس الشيء وباع الحيوان لكن قال للمشتري أبيعك الحيوان إلا جلده ورأسه الحال هو الحال على أنه في معرض ضبح فإن ضبح أخذها وإن لم يضبح شاركه فيها وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة هذه جماعة ولا جماعة نعم لأنها معطوفة على الفاعل المرفوع بأيش بالألف لأنه ما يمثنى صح طيب وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته بعد ذبح الحيوان في الرأس والجلد مثلا هذا فرع لطيف فرع آخر يعني مشبه للفروع المتقدمة ذهبت تليت تكون حتى تشتروا حيوان ليوم العاشر من ذي الحجة أو العاشر من محرم طيب فهذه لو بئت على هكذا شراكة جاهز بلا ريب سواء أبقيتموه حيا أو أردتموه مذبوحا الحال بالشراكة جاهز كلام مش هون فرعه الذي فرضه حفظه الله قال لو اشترك جماعة بنسبة التالت كل واحد دفع خمسين دينار من أصل مية وخمسين أم اشترت الشيء أحمد وقال قيمة الخمسين التي دفعتها أنا بنسبة المثالثة أريدها مقيمة للأعضاء الكذائية بدي هالخمسين بس يندبح تكون هي عبارة عن ثمن السودة والرأبة وال ما تشاء خصصت يجوز هذا قال نعم فإن ذبح أعطيتها وإن أبقي حيا قيمت عليك وشاركتهم فيها والسلام قال وأما إذا اشترك جماعة اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته بعد ذبح الحيوان في الرأس أما لو قلت أنت بدي اشتري الراس أنا بكون شريككم بالراس والجلد وهو لأجل الحياة بيع باطل بس هو لأجل الذبح إيه هالمرة أنت ما حددت وقلت أنا اشتريت الراس والجلد قل لا أنا اشتريت ثلثه بس بدي هذا الثلث في أحد قوائمه الأربعة والراس والظهر نحي نحي قال نعم جائز فلم يذبح طرأ ما يمنع من الذبح لما مر لمانع كان شريكا فيه بنسبة المال آه عفوا عفوا كان شريكا فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد هو هذا بيع على مستوى النسبة هو ما اشترى أعضاء لحتى تقيم عليه مذبوحة وتضم إلى باقي نسبته لحما قال لا أنت دفعت الثلث شرطت أن يكون ثلثك هذا مقيما عليك في الرأس والجلد وإلى آخره مش هيك الآن سقط الشرط حيث لم يدبح بس بقيت الشراكة والنسبة فأنت شريكهم في الثلث وضحت الفرع بين هذا الفرع واللي قبله واضح الفرع الأخير شو كان هذا اللي احنا أجزناه الآن ذهبت ما ثلاثة لتشتركوا مثالثة تم ثم قال أحدكم ثلثي أنا بدي بخصوص العضو الفلاني والكذاء وكيت وكيت بنية أيش بنية الذبح فلم يذبح لما مر يسقط التبضيع وتبقى الشراكة فأنت شريكهم في الثلث تضحت جيد إذا أراد إذا أراد ذبحه وشرطه نافذ شرطه نافذ مسألة هذه لطيفة تحصل وتحصل بعدها المشادة لطالما تلقى هذه العبائر بغير توضيح ويحصل بعدها ما لا يفهم مثاله لو قال شخص لآخر اشتري حيوانا بشركتي راح السيد وقالك أنا رايع على وصيني قلت له هونيك في رزلان اشتري حيوان إلي وإلك هذه معد بشركتي إلي وإلك شو بينفهم منها له أول وحدة بينفهم منها أنها مناصفة ولا لا إلي وإلك مناصفة مثلا طيب شيطين شو بينفهم منها أنه هو وكيل وانت راح تعطي قيمة ما يشاركك فيه ولا لا اشتري غزالا قربة لله تعالى واجعلني فيه شريكا يعني تبرعلي بالنص شو بينفهم منه لهول ولا بينفهم منها وشركني فيه ولو بمقدار يسير ولا لا التنصيف إذن بمستوى الشراكة لنا إيقاع وإيهام كم الشراكة واحد اثنين أنه أنت وكيل وأنت ضامن له ثمن ما يشركك فيه ولا لا هو متبرع قربة لله من ألك بدي تصدى عليك ما تباره هاشم يعني هاشم شو حصرت صداء فيه وفيك قال لو قال شخص لآخر يعني كأنه اشتري حيوانا لي ولك هذا ما نتشركني فيه بشركتي صح صح البيع لحد هون ما عنا مشكل طيب شو بيتفرع من هذه العبارة؟ قال يتفرع عنها يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق تم البيع يصححنا البيع صحيح جاء بالسيد الغزيلي فهي لك وله على مستوى كم من الشراكة قال إن لم يحدد النسبة اللي اشترابت الشراكة فيها فالإطلاق يقتضي التنصيف وإذا كنت تليتي الإطلاق يقتضي تثليث أربعة تربيع وهكذا قال ويثبت البيع لهما تم البيع مملوكا لكما على السوية هذه على السوية مع الإطلاق على السوية لو كانوا تليتي تليتي أربعة أربعة خمسة خمسة أعشار بيتقسم ما في مشكلة إذن على الإطلاق يساوى بين الأفراد بلحاظ المملوك ويكونوا هذا فرع عن الإطلاق والنسبة قداش تنصيف ويكونوا على كل واحد منهما نصف الثمن لأن كل واحد منكما ملك نصف المثمن تم ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها يعني كان فيه قرينة إنه لا بس تقوله شركني فيه يعني من ست الثلث لأنه هو إله الثلثان دائما أفرض القرينة كانت بأنه أنتو يا شركاء في تجارة شركاء فيه كل الأمور فيه كل المملوكات اللي بينك وبينه وإلك تلت وإله تلتين وهلا قلت له سيد ما زالك عما تقول لي شي بتوصي قلت لك الغزال اشتريه مثل العادي على الشراكة شو يعني على الشراكة تلتين بتلت لأنه هكذا المعتاد بينكما قامت القرينة خف لبأس أو إختك قالت لك اشتريه على حق الله كتاب الله هيا تلتين بتلت مثلا يعني أي قرينة ما تتبع القرينة لأنها دليل يصرف إليه القرينة بتصير دليل تنصيص يصرف إليه المراد هذا المقام المحضور كان إنك أنا مطرحة طيب قال الفرع الآخر اللي نحن أوحينا إليه أشرنا إليه قال لو دفع المأمور عن الآمر السيد قال لك شو بتوصي قلت له رايعة كيتا وكيد من الأماكن قال بلى قلت له اشتري غزال وشركني فيه هذا الفرع هذا الفرع كان طيب لو دفع المأمور يعني السيد حسن عن الآمر أنت بالشراكة بالشراء دفع هو عنك هونيك دفع عنك طيب هو دفع شركة شو دفع ما عليه من جزء الثمن ما عليك من جزء الثمن هو دفعه الآن هل توهموا العبارة ولا لنا حل فيها مفهوم المراد قال فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بتدفع عنه يعني هذا الأمر لما قلت له أنت شركني فيه هذا الغزال اللي جايبه وكان فيه قرينة بتوحي أنك مش متبرع متصدق لا أنه أنت وكلته اشتري شركني يعني وأنت وكيلة أن تدفع عني وأنا بهوض لك بس تجي إله بالعادي يدفع لك بس يضمن فتكون هذي قرينة وإله بالعادي إليك على باب الله مثلا تكون أنت جنيت على نفسك لنك تعرف أنه ما بيدفع قربة قال فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدافع يعني كان كلمة شركني فيه بذاتها قرينة على النظام ادفع عني في كيت وكيت مبلغ كذا وكذا في بلدة كذا وعندي بس ترجع أنا بضمن لك هذي كانت قرينة واضحة رجع الدافع عليه بما دفعه وإلا كان متبرعا كان متبرعا كرام بن هاشم كرام بس إن قاله نشركون يقولون والله لو لا كيت وكيت لو هبناكم مش بس شركناكم هني هيك فإذا يصبح قرينة على أنه أي واحد بوصيهم أجرهم على جدهم فعندها يقول لا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به شو أصد المصنف حفظه الله أصد المصنف إذا قامت قرينة تتبع سواء بالسلب أو بالإيجاب في قرينة تتبع حيث لا قرينة شو العمل ما في قرينة ولذا قال ولذا قال على الشراكة ولذا قال إذا كانت الأمر بالدفع قرينة على الضمان قل دفعه وإلا كان متبرعا إذا ما كان في عنده ولا قرينة على أنه ضامن أبدا فهو متبرع مسألة مسألة يقول على مسألة الشراكة على فرعية التشريك في الحيوان سهما أو عضوا لأنه هذه المسألة التي كانت فبيدخل في هذه الشراكة التي عملنا نحكي فيها نحن أعضاؤها وما اتصل فيها من نماء فهل يجري في هذه الفرع ما اتصل فيها من نماء من فصل عنها من نماء مثل الأم والولد ففهمنا أن مضوع الشراكة حيث يجوز وحيث لا يجوز تقدم في ماذا في الأعضاء وفي السهام الشركة ويشمل ما اتصل به من فهل يشمل من فصل عنه مثل الأم والولد قال لا هذان مالان هذان موضوعان هذان جزآن منفصلان تماما يجوز أن يشتر الولد ولا شراكة له في الأم ما بغضرورة وتجوز أن تشتر الأم وهي منفصل عن الولد ولا ربط بينهما واحد اثنان يقول إلا أن يكون بيع أحدهما يعرض الآخر للتلف بصر حرام مش من جهة أنه يباع ولا لا يباع بصر حرام من جهة إطلاف المال المحترم كما لو أولدت الأم وليدا لا تستقيم حياته بدونها فور الوليد مثلا أو أو لحالة ما فرضنا ما يفرض فيه تلاصق بينهما لا يجوز بيع أحدهما بدون الآخر حيث كان أحدهما متضررا ولذا قال حفظه الله يجوز في البهائم تفريق تفريقة الأم عن الولد في البيع يعني يجوز في البهائم بحذف المضاف يعني يجوز في بيع البهائم ما لم يؤدي إلى إطلاف المحترم يعني العفو المال المحترم ما لم يؤدي هذا البيع والتفرقة إلى إطلاف الآخر أما كان أو وليدا أو ولدا خاتمة في الإقالة ما المراد من الإقالة أقالنا الله وإياكم عثراتنا يوم القيامة ولا أبقى الله تعالى في طريقنا عثرة نحأسا بها أو نقف عندها بحق الزهراء عليك يا رب قال خاتمة في الإقالة تمت مسائل البيع وهو من العقود اللازمة الذي يقتضي بمقتضاه نقلا وانتقالا ولا يجوز الفاسخ إلا حيث أجازت الشريعة ولا يجوز المنع من دون عذر شرعي فوجب التسلم والتسليم وفيهما ضمان عند الخلل كما تقدم معنا والإجبار إلى آخره انتهى فعنا حل على أن لا يجب النقل والانتقال بيني وبينك بين الدار والعقار قال نعم شو هو هو حكم الإقالة شو حكم الإقالة شو هي الإقالة الإقالة أن تطلب مني مش فسخا أن تطلب مني فك العقد تقيلني من الالتزام بيني وبينك التزام تقيلني منه أي تحللني من هذا الرباط فهو إقالة سواء طلب المشتري فك الرباط أو طلب البائع فكه كل كلاهما يقيل الآخر كل منهما يقيل الآخر وهي مستحبة وهي من المستحبات عليها نصوص يستحب إقالة المستقيل يستحب وما يدريك كثير من البيوع أو بعضها يصيب صاحبه ندم يندم ينكشف له الخلل ينكشف له المغامرة وإلى آخره فضرورات الناس كثيرة وأنا أنصح أن تلاحظ الموارد ويتعامل فيها بمعاملة أخلاق الشريعة مش بمعاملة أحكام الشريعة فكم من مضطر محترم باع ما يملك لنفع ضرورته كعلاج أو غيره وقلبه فيما باع وعينه فيما انتقل منه فما زال يحن إليه فلو طلب الإقالة أقله أعطه ما تمنى فهي مستحبة فيها جبر للخواطر فيها رعاية للمشاعر وفيها تكريم للمؤمن إذا طلب منك طلب فاقضي حاجته والعكس بالعكس أيضا صحيح واحد الضرورة فالجأته لشراء ما تحت فرض تحت طارئ تحت طائل إلى آخره فإذا طلب الإقالة فأقله أقالك الله من عثراتك فهي مستحبة لكن فيها شرط يد الإقالة فيها شرط أنه لا يجوز أخذ الزائد ولا ناقص في جانب المقيل على الآخر أبد هو عبارة عن فق الارتباط مش أكثر نين هل ينسحب هذا الحكم على كل العقود اللازمة قال بلى إلا منصة الشريعة على حله بطريقة خاصة مثل الزواج حيث لا إقالة فيه التقايل فيه ممنوع التقايل يعني طرفين التقايل فيه محصور بالطلاق ينحصر طلاق ينحصر تقايله يعني ما يسمى تقايلا ينحصر فك رباط الزواج بالطلاق حصرا فإن دلت الشريعة على خلاص من لزوم والتزام بكيفية خاصة كالزواج بالطلاق لزمت وإلا إن سحبت الإقالة جائزة على كل العقود اللازمة أقول حتى على العقود الجائزة التي يلزم أمرها بعرض مثل الهبة الهبة بالأصل عقد جائز الهبة تعقد جائز وقد تلزم لطارئ مثل شو أنتهب لرحم لا يجوز لك الرجوع فيها لازمة بس هي بالأصل شو عقد جائز اثنين أنتهب وتصرف المتصرف وهو الموهوب له أتلف العين لا يجوز لك الرجوع مش هيك صارت لازمة لطارئ بعد هبة معوضة هبة معوضة طيب هبة معوضة مثل أنه وهبت كالدار على أنتهب العقار تمت لا يجوز الرجوع فيها مش لأنها عقد عواضي مثل البيع لا لا هي هبة مشروطة جميل هل تسحب الإقالة هذه على مثل هذه الهبة المعوضة قال بلى تشمل تشمل ثلاثة أربعة خمسة خمسة أو أربعة الفرد أحسى الفرد أحسى من الزوج فرد خمسة خمسة أصحاب الكسا طيب سحم الله عليه خمسة إنه طيب لو أراد التقايل أو أراد أحدهما الإقالة وكان الثمن تالفا أنت عما تقوله خذ بيتك ورد إلي ثمانه قال والله أنا بخدمتك برد البت ما سيأخي أنت تعلم بأن الثمن إنما بعت الدار لأتصرف في ثمانه فتصرفت فيه بعتك الدار بالعقار والعقار تعلم أني بعته هل تجري الإقالة قال بلى كيف قال يعوضه فإن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة والله بيعنا واشترينا وإلى آخره وإذا كان الثمن مأكولا فأكلناه قال يعوض إن رضيت بالإقالة يعوضه ولك أن لا ترضى بالإقالة أصلا على كل حال هذه أحكامها لا يجوز الزيادة ولا النقصان هي مستحبة بالأصل بل أقول ينبغي مراعاتها بين المؤمنين لما فيها من رفع ضروراتهم أصلا إذن هي مستحبة ثنين هي جائزة برضى الطرف الآخر ثلاثة تنسحب على كل العقود اللازمة أو على اللازمات في المعاملات ما لم تنص الشريعة على خصوص مثل الطلاق في الزواج بالخصوص فلا يجري فيه الإقالة ولا التقايل بعد أربعة إنه إنجاز وقبل التقايل قبل إقالة الفريق الآخر وكانت العين باقية أعادها وإلا عوضها عليه قيمية بقيمة ومثلية بمثل قال قال حفظه الله في الإقالة وهي فسخ وعرفنا الإقالة من تقايم الإقالة فك الرباط وهي فسخ العقدي من أحد المتعاملين أكمل مش فسخ مصطلح بعد طلبه من الآخر وإلى تلك الأحكام الخاصة بالفسخ ليس للطرف الآخر الاعتراض ولا الاحتجاج هذا حق لك بينما هون لا هون موقوف طلبك على رضاه أو موقوف فعلك على طلبه قال أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح لأن طلاقه لأن إيقاف أو إبطال مفعول للنكاح ينحصر بالطلاق وطبعا قصده وحفظه الله بالنكاح بقسمه فإن الأول على هبة المدة أو انتهائها والثاني على الطلاق حصرا فإذن هون الشريعة تدخلت قلت أنا يجري الإقالة في اللازمات من المعاملات في العقود اللازمة إلا منصت الشريعة عليه بالخصوص كالنكاح في الطلاق أو في الإبراء في إنهاء المدة أو إبراءها وليس تقايلا لا يسمى تقايلا قال حتى الهبة اللازمة شو هي الهبة اللازمة الهبة المعوضة الهبة لذي رحم الهبة بعد التصرف بالعين كلها هبات لازمة وإن كان أصلها عقد جائز فإنها تنحصي فإنها تنقلب إلى لازمة بالعرض فهل تقبل التقايلا قال بلى وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ما رده إلى الاحتياط للوجوب ضمان كان ضامنا وأسباب الضمان كثيرة وأسباب الضمان كثيرة قد تضمن أنت وينتقل المال إلى دمتك بإطلاف لمال أو بتحويل دين إليك فأنت ضامن وهكذا كل هذا أسباب الضمان على كثرتها الجنائية الجزائية والالتزامية على تفصيل يأتي قال في جريانها في الضمان إشكال طيب الصدقة قال شو هو الصدقة موضوع الصدقة شو هو ترى أصلا شو بتفرق الصدقة عن الهبات شو بتفرق الصدقة عن الهدايا والعطايا والنحلة أنحلها أعطاه ملكه وهبه وهب إليه شو بيفرق عن بعضهم في فوارق بين الهدية والنحلة في فوارق بين العطية والهبة فوارق إلا كلام فيها إن شاء الله في أبوابها تأتي بس بينها مجتمعة وبين الصدقة فارق جوهري شو هو؟ هو قصد القربة إليه عز وجل هذا فارق الصدقة عن باقي أخواتها في العطايا وعليه وعليه لا يجوز في الصلاة لا يجوز رده استرداد الصدقة إن تصدقت فصارت بيد الله تبارك وتعالى فلا رجوع في الصدقة بس الهبات الأخرى كما لو كانت في مقام الهدايا والعطايا مر حكمها الآن قبل قليل نعم يجوز لك أن تسترجع هداياك لكن في البال أنه مكروه ولا يسترجع الكرام هداياهم لا يسترجعونها ودأبت طريقة الكرام عليهم السلام من أهل البيت أنه إذا وهبوا وأراد الموهوب له أن لا يقبل أو يرجع كان الإمام يرفض يقول نحن لا نسترجع ما أعطينا لا نسترد هباتنا وعطايانا وفي كراهة على ما أذكر في البال على كل فهذه الهدايا والهبات والعطايا مر حكمها بأنها إعطاء بلا عوض فهي هبة وهي جائزة على كل استشترط القبول أو لم اشترط القبول هذا شيء آخر يفرق فيها حكمها مجتمعة عن حكم الصدقة فإن تلك منوية إلا الله تبارك وتعالى فتصدقت فهل تجوز الإقالة؟ شو يعني هل تجوز الإقالة؟ بالله عليك تطلب الإقالة ممن؟ مطرفها الآخر هو المولى سبحانه وتعالى هو الله عز وجل صحيح بس ما أنت أعطيتها لحاكم شرعي حيث تصدقت على جهة أو أعطيتها لشخص حيث أعطيتها لفرد يعني لفقير بالخصوص مصدقات متعددة العناوين مرة عنوينها شخصي مرة عنوينها عام تصدق على جهات أنت من يملكها؟ من يقبضها منك؟ الحاكم الحاكم الوكيل إلى آخره فهل يجوز الإقالة فيها؟ الصدقة؟ قل إشكال أحوى تجوبي يعني استراجع من مين بدي يكون؟ منك تسأل من؟ من سقطت في يده؟ من وقعت في يده؟ من كانت في يده؟ الحاكم فبالأصل في إشكال مزدوج هل يجوز لك التراجع؟ إشكال مرده احتياط وجوبي بعدم التراجع اتنين منه هو من القابض هل يجوز له الإرجاع؟ هل يجوز له الإقالة؟ وإنت تطلب الإقالة قلنا على الأحوى تجوبا لا لأنها صدقة منوية إلى المولى عز وجل فلا تسترجعها يعني لا تطلب إرجوعها إرجاعها وإقالتك فيها مشاك؟ فما رده احتياط وجوبي إلك اتنين الآخر القابض الذي قبضها هل يرجعها إليك؟ بس إذا كان حقه الشخصي في مجال ينحكى فببالإحتياط وجوبي في عدمها بس لو أعطاك إياه هو إقالة لشو طرفها الآخر هو هذا الفقير؟ لا هذا إذا فعلها قد يكون هو شو إعطاء لك مستقل واضح؟ جيد فاستشكل المصنف حفظه الله على فكرة طالما الكلام يذكرنا بأمور منها من اللطافة أن تقصد بكل عطاياك وهداياك وجه الله عز وجل وانت رايح تبيض وجهك بيض الله وجهك فانوها قربة الله تعالى انت حامل معك هدية ما تسر بها أخاك أو تسر بها أختك وصديقك أو رحمك فانت حامل هدايا مهما كانت الهدية صغيرة أو خطيرة هدايا تقصد بها فعلا حسنا بينك وبين أخيك استمالة للقلوب دخول إدخال سرور وما تشاء انوها قربة من الله تعالى انوها صدقة الصدقة جائزة على كل أحد طبعا في كم تفصيل ما لم يستعملها في الحرام إذا يبصر شيء آخر في أصل عطايا فالصدقة جائزة على كل أحد مسلما كان أو غير مسلم مؤمنا كان أو غير مؤمن فانوي في هداياك وعطاياك وهباتك وجه الله عز وجل فلتكن صدقة تؤجر وخاصة إذا كانت على مستحقين الصدقة لفقرهم إذا كانوا فقراء فانوها مش تنويها هدايا انوها وخاصة إذا كان المعطى له رحما فإن الصلة بين الأرحام في مثلها لطيفة ويؤجر عليها صاحبها على كل حال قال وَتَقَعْ هِذِ الْإِقَالَةِ تَقَعْ بِكُلِّ لَفْضٍ يَدِلُّوا يَدُلُّوا على المراد ويرجع حاب للثمن وتفهم منه أنو عم بيسترجع منك المثمن فإن أعطاك وسلمته تقايلتما والسلام كما تقع بالقول بل تقع بالفعل كما تقع بالقول فإذا طلب أحدهما الفسخة من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه بتلتقايل من الطرفين هو فعل منك بعد طلبه أو يطلب إليك فترضى قل بتليه هكذا هذا مش هبة مستقلة مش إنه والله أنا بيعتك البيت بس أنت ما أعطيتني الثمن بس أعطيتني الثمن أنا بيعتك الدار بعد فترة جاء يقول له الله يخليك رجع لنا هالدار لأنه للعيال فيه هدف مرة بيقول له رجع لنا وجين فهم منها أقلنا مرة بيقول له يا أخي وإنت عندك خيرات كثيرة رجع لنا هالبا تعطينا إياه تعطينا إياه يعني والثمن بجيبتنا يعني إنه بيعناه هذا مش إقالة هذا شو اسمه هذا اسمه استملاك يعني ملكني مثل ما صار معك بقصة الغزيلة لما قلت له شركني فقال لك تكرم هاينك لولا ولولا بعطيك يا هكلا قال وجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه نعم نعم إذا كانت موجودة أرجعها وإلا يأتي حكمها من مثلها أو قيمتها قال لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما صار لعد يلا أو نقصان عنهما فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العواضين على ملك مالكه حطها منها إلا أن يتصالحا إلا أن يتراضيا إلا أن إلا أن إلى آخره فيها تفاصيل بتصير بس خرجت عن كونها إقالة فلا يشملها حكمها هل بالتالي قد تصل بينهما الأمور إلى حد الإباحة إباحة التصرف أباحه أباحه في أن يتصرف في الدار الذي انتقل إليه كأن يصلطه عليه الإباحة التصالح إلى آخره مسألة إذا جعل إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله ها هذه مسألة حلوة يعني السيد أراد أنه يقيلك لما أنت طلبت منه بسألك هذه بده شطارة فيها شوية شطارة مثلا فبيربح بس مش بالزيادة ما هو متفقع بيفهم أنه الزيادة بالإقالة على الثمن حرام مش هك وإنتي بدك تربحه حتى لا ييفش لك فشو قلت له أقلني من الباع الذي بيني وبينك وأجعل لك هذا المال خير رجع لي هذا الدار هذا معهد الجدود وبعطيك هذا الدار اللي أنا ملكت اللي أنا عمرته أمس أنا لهذا فيه هدف إني بالخصوص هل يجوز هذه زيادة خب مش زيادة على الثمن مثل ما كنا أعلن لك حرام ممنوع بس جعل له بس جعل له جعلا وفرض له عطية وأغراه بها حتى يقيله فهل يتملك هذه الزيادة إذا رضي قال إذا جعل له مالا في الذمة يا أخي أقلني من البيت ولك عندي عشرة آلاف لك في ذمة عشرة آلاف هكذا أو لا أقلني من بيع الدار وأعطيك ذاك العقار فجعل له هذا الجعل هذه العطية في الذمة مثل أنه أقلني من الدار ولك عندي عشرة أو أقلني من بيع الدار ولك ذلك العقار في الخارج بأن قال له أقلني ولك هذا المال أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة هذه لا تسمى زيادة على الثمن والمثمن في الإقالة ما تمت الإقالة بزيادة ولا إنقاص مستقلة أصلا لا هي إقالة سيد هي إقالة مش معاملة مستقلة الجعل مستقل أصلا يعني إغراء كان إغراء لم يكن زيادة على الثمن إيه بس إلي إنه هذا الجعل صار لازم يعني لك التخلف فيه لك الإخلاف فيه لا يعني أنك ما تغطيه انت حاشاك انت رجل محترم كريم إذا وعدت رح تعمل هك بس فرض واحدتين مثلا هكذا وعدوا للسيد وأقاله من الدار وأعطال التملك والتمليك خلاصنا رجع كل شي ثمن رجع والمثمن رجع أوه ما عاش يعطي هذا التخلف الإخلاف بوعده هل يجوز لا لأنه بنت الإقالة اللي هي من حقه على هذا إذا شيء آخر بصير قال لو أقال يعني رضي بالإقالة بشرط مال عين بشرط مال عين أو مال عينا بتصريدك بس سيدي لو أقال بشرط مال عين أو عمل يعني أقاله بس بشرط قال له بفلح لك الأرض بس أقلني أو أقلني من بيع الدار ولك علي هذا العقار كما لو قال أو هو شرط عليه حفوا هو شرط عليه هونيكي أنا قلت له ابتداء أنا أقلني ولك العقار أقلني ولك عشرة بيجي هذا التاني أو المورد الآخر قال أنا أقيلك أو أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح في الحالين له وعليه واضحة قال سؤال يجو العيال وإذا اللي بيخطر على البال يجو العيال وقالوا فكنا من شد وثاقنا مع السيد ورجع لنا الدار إلى كذا رحت وسيدنا يا ابن الكرام من الهواشم خلصنا ورجع لنا دارنا وهذا ثمنك وحب تمسك قال بلى فعل أنت رجعت خلصت أخرت كل شوعة رجع أنت رجعت أنت طالع من الدار قلت شو صار هذي حلو أنت طالع من الدار قلت شو صار رديت على الصغار وما كان لازم رد على الكبار لازم رجع الإيمي لصاحبها وقالوا سيدنا سامحني فكني من الإقالة مش فكني من الباع متقايلنا وظهرت من الدار وعدت رجعت وقلت الرزق للسيد بينه ما فيه فوارق والدار لإله لأنه كان طالبه مني فأنا أهب وعطي أطي طياب ببعب الباع خلص فرجعت إليه مرة أخرى تقول سيدنا أقلتني جزاك الله خير أول شي اشتريت مني يكثر خيرك ثم أقلتني بارك الله فيك ثم الآن اقبل مني أن نرفض هذه الإقالة اللي صارت خلص فليرجع البيع كما كان هل تقال الإقالة قال لا هل تفسخ الإقالة قال لا خلص رجع كل مال لا فإذا أردت تمليكه مرة أخرى فلك أن تهبه أوهب الدار كله استفدت مهاشمي استحق إذن لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة هذه الإقالة المردات على صغار رح ترجعت الدار مرتين لا أنت ظاهر لبرة أملحك سيد قال لك تعال أنا غلطت أقلتك يا أخي بدأت إفسخ وإحنا بعدنا بقلب المجلس قبل ما تظهر شو نفكر مع سيدنا خالص اللي قال تمت فسخ الرابط التي كان فلا فلا يجري فلا يجري فصهم لا يقال مسألة هنا في نش نمثل على الأخ نمثل عليك إنه ما عندك أنت أولاد بعدك فمات أولادك في قيام وارث المتعاقدين أو المتعاقدين وارث صفة تشمل جنس يعني الوراث الوراث مثل لو بيقلك أنا صلي خلف العادل يعني صلي خلف كل إمام عادل ففي قيام وارث المتعاقدين أو المتعاقدين مقام المورث الذي مات في صحة الإقالة إشكال والظاهر العدم هذا حكم خاص في البيعين حكم خاص للبيعين المباشرين نعم هذا الإقالة هلأ بدون يسيمح وبدون يبيح وذاك شيء آخر في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال هلأ بدك تسيمح سيمح أنتو الوراث أردت إرجاع أردت إلى آخره هذا شيء آخر والظاهر العدم هذا حكم خاص مسألة تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه واضح في جميع ما وقع عليه العقد كل الدار مع العقار المحيط به وفي بعضه لا بالدار دون العقار هذا من جهة المبيع طيب من جهة الثمن قال ويقص عفوا آسف فلو قبل الإقالة في البعض قال نعم يقبل الحكم إذا إقالي في البعض فلو أقلته من الدار دون العقار يتقصت على الثمن يعني الثمن اللي احنا اشترينا فيه كان مئة ألف على الدار والعقار معا لما أقلتني في الدار دون العقار سعتها بترجع لي من الثمن بترجع لي من الثمن مقابل الدار ويبقى مقابل العقار لك وضحة كيف جيد ويتقصت الثمن حينئذ على النسبة وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بنسبة إلى حصته ولا يشترطه رضا الآخر نحن اشتريت انت والسيد العقار من الأخط والأخ بائعين مشتركين بائعون مشتركون ومشترون مشتركون هل فيها إقالة ولا لا تنتفي خلقوا انتو اشتريتوا على الحصة واني بيعوا على الحصة فلكل منهم أو منهما إقالة أي منكما ولهم جميعا إقالتكم جميعا وهكذا قال وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضا الآخر طبعا طبعا إذا مع القبول بالتجزئة مع إلى آخره يعني بدو اضطرع على الأحكام البائعين نكمل ولا نوقف والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله ترجمة نانسي قنقر